تواصل ميليشيات الحثي الإنقلابية استخدام أعيان مدنية لأغراض عسكرية باستمرارها في تخزين كميات كبيرة من الأسلحة والألغام والعبوات الناسفة المختلفة للأشكال والأحجام في المدارس حيث عرض الجيش فيلما مصورا يكشف تحويل الميليشيات لمدرسة حرارتها القوات المشتركة مؤخرا بمنطقة نازلة جنوب شرق محافظة الحديدة للأعمال العسكرية بدلا عن التعليم حيث اتخذتها الميليشيات كمخزن للسلاح وكميات من المواد الغذائية ومركز للإمداد والتموين في عملياتها القتالية يشار إلى أن الميليشيات الحثية تستخدم المدارس في مناطق سيطراتها منابرا لتلويث عقول الأطفال بأفكارها الطائفية الإرهابية ومخازن بشرية لرفض جبهات حربها التي أشعلتها على اليمنيين منذ ثمان سنوات عوضا عن تحويلها مباني مدرسية إلى مخازن سلاح وثكنات عسكرية